اشتركوا في القناة 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 كيف تقول الله يرحم الوالدين؟ أخي هذه المشكلة في المدرسة كان واحد المعمل في المدرسة نقول له هذه الثالثة يجو الدراري السبيطة كانت تذهب إلى الابيرامس كانت تذهب إلى السبيطة وكانت تذهب معهم لم يكن تحترام لم يكن تتواصل معهم كانت تذهب معهم كانت تذهب مؤسسة كانت تذهب معهم كانت تصل الأم كانت تتواصل معهم الدراري كانت تذهب معهم كانت تسلطت المؤسسة كانت تصل الأصدر عندما تخلقهم في المدرسة ما هو سبب كيف يعمل؟ تعم صامر، تعم الغاز، وحد الريحة وحد الريحة ستخلقوني ثم لو شيت التمية وقفت وتميكين لم يكن أسعة ربعة ساعة 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 ستتخلق يعني من كتجيبهم الابلانس كتجيبهم الابلانس من كتجيبهم الابلانس يعني الله كان مسؤول هناك! يعني من قلوبه يعني ممكن أن يكون بمسؤول ممكن أن نقلبهم عن اسوه فأي شيء مكينة في المطرياء أكثر من سن واحد يعني أكثر من سن واحد أعني كثير من سن واحد يعني أكثر من نسة المؤسسة خلينا أسسر تصويرン السادة أولا لم يكن نفس يعني كل ما أسمع يصبحه من ثلاثة واوت كبيرة ولم يكنوا ما يدورنا وقال لك مدير المؤسسة وقال لك في المدرسة قد ريام دخلوا اطلقوا الناس في تليفون جابنا محمد الخانيس ولم يدخلوا وانه لديهم يدخلوا ونحن لم يدخلوا وما عرفنا ميتة ولاحية ودريها كالدرابوس وانه تفرق عاد وقال لك شي حاجة بوطات ولا شي ريحة شي غاز تسربت شي حاجة تسربت سوق السالم تاوى في الريحة فين ممشيتك هنا الريحة في سوق السالم ماشي معقولة ماشي معقولة بطكت خمقوا احنا في ضيورنا تخلقنا انا معدي لود لبنس انا سير مقف عليها انا دخلت مرت وديك لاتي ديرا قالوا لك بسم الفران قلت لي يلا ما ديراش ما ديراش قلت له دينا الريحة در وانه مش لسه وانه مش لسه لقد قلت كل الريحة مقوق كل الريحة دو بصدري مقاعدة دو بغايت ندخل العلس تسربتها ما خلونيش وش كل ما عرف ما عرفناه ما عرفناحش عالي ما عرفناحش عالي ما عرفناحش عالي التيناميد عاموا باقنع عائلتم كيتجارة انا باقنع عائلتم كيتجارة اكتر اكتر هي واحدة وحدة واحدة مستكينه أصماتك وقباء سيكريتي هنا لما انا وقعت كانوا كذلك و لكن شحال المكشدوا أنه في عامري 65 سنة عامري مش تميت الريح أما رمي حقيتنا نحن لدينا سروع ذلك شيء إذا وقعت شيء مرة أخرى الله أعلم ما خلونا نشوفهم ما خلونا نشوفهم سيرتهم عافنا مش كثيري راك راك طلعنا هنا الأكسجين ما خلونا نشوفهم وش خنديروا ليم هذك شركة مخصش بقا تسمى هده السقل ولا هده هده مدراسة شركة تجد جداً بعيداً في عائلة الخلافة وعادة موات السامة وعادة محبوب أدوار عندما تتطوري كمستشاة يجب أن تأذر المشاريع لأن هذه الأطفال يجب أن تأذر المشاريع خاصة إلى حيمو حمادي وداخل منطقة حيمو حمادي ومؤسسة علمية حيمو حمادي لننتظر في حيات الأطفال كتب حالة الأطفال وعن رعاية الأخير ونحن لا نستطيع أن نقوم بأطفال لأن أب والأم والأولي أمر ونحن نقوم بأطفال لأن أب والأم والأولي أمراه وهذا غير معقول وغير مقبول ولهذا نحن نقوم بأي من الحديد كل من سولت أو تسوله نفسه بش يمس سلامة أي طيفل أو أي إنسان داخل تراب مقاطعة الحين مهمتي يتحمل المسؤولية أولا الشركة ثانيا آليات المرقبة الشركة التي تدير المصمار ثانيا آليات المرقبة ما فيها المصالح المختصة كان لدينا ليجيان كان لدينا شرطة إيدارية التي تراقبوا الدير محاضر هذا كله تقصير من هذه الأجهزة لأن هذه هي وقعة المرة الثانية هذا العام لا يمكن أن نقوم بها المرة الثانية ومن قبل أن نقوم بها المرة الثالثة إذن نحن نقوم بها ونحزموه لنا في بعض الإدارات أننا سنطلبوا ونطالبوا أنه راحة الساكينة وخصاً في صفوف الأطفال لأن الطفل لا يكتبوا أن الطفل تختنق لا يمكن أن يكون هذا عرب معدلت قريباً لدينا 60 طفل ولكن الحمد لله في أيام عادية بل ما تخرجوا لا تنسوش أبونا وفلاشن يوتيوب وبرتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الشمائي وما تنسوش الديروجام وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم